تتخوف أوساط سياسية من تكرار الأخطاء التي رافقت جداول موازنة العام الحالي في جداول موازنة 2025 وسط انتقادات لآلية تنفيذ الموازنة الثلاثية جملة من المؤشرات السلبية تحوم إزاء جداول الموازنة المالية للبلاد على مستوى التخصيصات ولا سيما للمشاريع في مختلف المحافظات ومعالجة بعض المشكلات التي حدثت في موازنة السنتين السابقتين في وقت يرجح مراقبون تكرار الأخطاء في جداول سنة 2025 لم تستطع هذه الموازنة أن تحقق التغييرات الحقيقية المطلوبة في المحافظات ولا زالت المحافظات تعاني من كل الأزمات التي يعاني منها المجتمع على كل الصعود في الإدارة وعملية الفساد المالي والمشاريع العمرانية هذا هو الواقع الحقيقي للمحافظات وأغلب تقييمات الأوساط السياسية والاقتصادية لإقرار قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات كانت غير إيجابية في نواحي عدة أبرزها التأخير والفساد السياسي في إدارة المشاريع الخدمية والاستثمارية وفقا لمراقبين يكون هناك تأثير واقعي من ناحية المشاريع ومن ناحية الاقتصادية وخصوصا هناك تعداد السكان الجديد الذي يطرح بقوة تعديل هذه الموازنات على كل محافظة باعتبار أن هناك ارتفاع لأعداد المواطنين وكذلك هناك تخصيصات مختلفة تماما لذلك نعتقد الموضوع لأن يكون ذات جدوى تأثيرية بواقع الاقتصاد العاقي يحتاج إلى إعادة جدولة مرة أخرى لكل الجداول لذلك أصبحت الموازنة الثلاثية التي تم تفخيم هذا الموضوع هي موضوع فارغ لا تأثيرا له وقد تتعرض بنود الموازنة مع المتغيرات التي أحدثها التعداد السكاني مؤخرا في ظل استمرار الانتقادات لعدم تكافؤ الفرص بين التخصيصات المالية والمشاريع الخدمية المنجزة من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة